طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري دول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إعادة إعمار العراق جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر وذكر بيان للعامري أن الجانبين بحث العلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي مبيناً أهمية عودة دور العراق القوي الذي يقود المنطقة إلى الأمام لأنه لا يوجد استقرار في المنطقة دون استقرار العراق